السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة أساسيات الكهرباء المقدمة من قناة رقميات رقميات هو مركز تدريب متخصص في مجالات الكهرباء والإلكترنيات ولكنه مش مركز تدريب تقليدي وعبارة عن ورشة عمل بتهتم بالجزء العملي عشان نحاول نغطي الجام ما بين اللي بدرسوه طلبة كلية الهندسة واللي بيشوفوه بعد كده في حياتهم العملية بحلقة النهاردة وتكملة لسلسلة أساسيات الكهرباء هنتكلم عن وهنعرف في الحلقة ديت واحد مكوناته اتنين طريقة عمله وإنتاجه للأسي كارنت تلاتة الفريكوانسي أربعة الأمبليتيود وأول حاجة هنعرفها النهاردة هي تكوين والبيسيك إي سي جنريتور بيكون من هو عبارة عن موصل ملفوف أي عدد من اللفات وللتبسيط احنا أخدنا لفة واحدة من الموصل وعرضناها في الصورة اللي قدامك أما عن هو ملحق بالأرميتشار وبيلف معاه وبيبقى هو نقطة الاتصال بين الكربون براشيز واضح من اسمها أن هي عبارة عن قطع كربونية بتلمس سطح أثناء دورانه والماجنيتك طبعا هو مصدر خلق المجال المغناطيسي وتكوين خطوط الفيض المغناطيسية أو الماجنيتك لينز أوف لار والريزيستيف لود طبعا هو اللود اللي بيستهلك الكهرباء اللي خارجة من طيب بعد ما عرفنا مكونات عايزين نعرف بيشتغل إزاي وإزاي بينتج عنه أول حاجة عايزين نعرفها بيشتغل إزاي بيشتغل عند وضع الموصل بين المغناطيس أو بمعنى أصح المجال المغناطيسي أو تطفق الخطوط المغناطيسية هنلاحظ إن الكوندكتور بدأ في الدورانة نتيجة تأثيره بخطوط المجال المغناطيسي أو وهنلاحظ إن فيه في الارميتشر أو الكوندكتور ومنه بينتقل إلى ومن الالسليب رينج إلى واللي بدورها بتنقله إلى ودي فكرة مبسطة جدا لطريقة عمل نيجي لتالت نقطة معانا وهي إزاي بيتكون واللي عرفناه في الحلقة الرابعة من نفس السلسلة ولما كنتش شفتها هسيب لكم اللينك أسفل الفيديو في الدسكريبش علشان نقدر نفهم إزاي بيتكون الاسي كارنت عايزين ندرس حركة دوران الارميتشر أو الكوندكتور عند خمس زاوية الزاوية الأولى وهي الانشيال ستارت وعند الزاوية صفر زي ما موضح بالصورة وضع الكوندكتور موازي لخطوط الفيت المغناطيسية ولا يتقاطع معه في أي نقطة وزي ما شايفين في الكيرفي لا يوجد أي طيار كهرباء أما عن الزاوية الثانية من صفر لتسعين درجة هللاقي إن الموصل بيتقاطع مع أكثر تدفق لخطوط الفيت تدريجيا حتى وصوله للمكسيمم عند الزاوية تسعين زي ما موضح في الكيرفي وبيصل الطيار الكهربائي إلى أعلى قيمة في الاتجاه الموجب عند الزاوية تسعين للموصل نيجي للزاوية الثالثة من تسعين لمية وتمانين درجة هيبتدي يقل تقاطع الموصل بخطوط الفيت المغناطيسي تدريجيا حتى يصل للصفر في الاتجاه الموجب عند الزاوية مية وتمانين زي ما ظاهر في الكيرفي الطيار الكهربائي اللي قدامك أما عن الزاوية الرابعة من مية وتمانين لمتين وسبعين درجة الكندكتور بيقاطع خطوط الفيت المغناطيسي بكثرة تدريجيا حتى يصل لأعلى قيمة عند الزاوية متين وسبعين ولكن في الاتجاه المعاكس لاختلاف البولاريتي وزي ما احنا شايفين في كيرفي الطيار الكهربائي اللي قدامنا ان الكيرف وصل للمكسيمم في الزاوية المعاكسة او النيجاتف بوزيشن نيجي للزاوية الخامسة من 270 ل 360 واللي فيها بترجع تقل نقاط تقاطع الخطوط الفضل المغناطيسي مع الكندكتور وبيبتدي يقل الكيرف حتى يصل للصفر في الاتجاه السالب وبكده يكون الارميتشار عمل وان سايكل وبتتكرر السايكل دي اكتر من مرة ويسمى تو بول جينيريتور ممكن نضاعف عدد السايكل في الدورة الوحدة بمضاعفة عدد البول كما هو موضح في الصورة هنلاقي ان فيه تو سايكل في اللفة الوحدة وبيسمى فور بول جينيريتور وبكده نكون عرفنا طريق التكوين الاسي كرن تالت نقطة معانا النهاردة وهي الفريكونسي الفريكونسي هو عدد السايكل في الثانية الوحدة يعني لو عندنا على سبيل المثال تو بول جينيريتور بيلف خمسين اللفة في الثانية هينتج عنه فولتش بتردد خمسين هيرتز وكل واحد هيرتز بيساوي واحد سايكل في الثانية ورابع نقطة واخر نقطة في حلقتنا اليوم هي الامبليتيود وفي كلامنا اللي فات عرفنا انه بيدخل الاسي كرنط ورسمنا الكيرف بالنسبة للطايم ولكن الصين ويف دي ليها كمان امبليتيود زي ما موضح في الكيرف اللي قدامنا وممكن نصفه بالبيك فاليو او البيك تو بيك وزي ما موضح بالصورة ان البيك فاليو هو اقصى قيمة وصلها سواء كان في البوسطف او في النجاتف بوزيشن اما البيك تو بيك هو المسافة بين اعلى قيمة في الاتجاه الموجب الى اعلى قيمة في الاتجاه السال وبكده تكون خلصت حلقتنا اليوم ويربوا تكونوا استفدتوا وان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة بمعلومات جديدة باذن الله وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اللي نقدر نفدها ولو انت مش مشترك معنا على صفحتنا على السوشيال ميديا هسيب لكم اللينكات في خانة الوصف تحت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته